أعلنت وزارة البيئة الانتهاء من الأعمال الانشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزي زفتة وسمنود بمحافظة الغربية لتجميع ونقل المخلفات البلدية بتكلفة مالية قدرها يصل إلى 31 مليون جنيه يأتي ذلك في إطار إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري بالإدارة السليمة والأمنية للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات